هناك محاولة قبق وسيني أو أدنى إذن أصبحت مسألة وقت أمام الجنرال كي يكشف الغطاء عن فساد الساسة هنا كانت تحذير الأقرب لرئيس الوزراء بمحاولة اغتيال يجيب الرجل بشجاعة أنا ربح للموصل والأجهزة الاستخبارية الزورية كثبت أكثر من تقرير أنه أنت مهدد بالاختيار بالموصل لا تروح قلت لا ولا أروح عملية التخويف والابتزاز شوفت مثل القهوية حقيقة لأن أنا جاي بهدف واحد هو خدمة بلدي وشرف تم تحميلي أنا مستعد إليه الحرب الطاحنة تدور رحاها في بيوت صنعة الفساد أما الطبخة فاحت رائحتها بعد أن كشف الكاظم عن أربعة ملايين موظف في العراق لبلد يعيش فيه قرابة أربعين مليون نسمة هذا لعب نتاج الانتخابات يمن أغل المواطن بالتصويت لي مقابل التعيين ولهذا الدولة العراقية اليوم متعبة بالترحل الوظيفي العراق اليوم بأربع ملايين موظف عدد سكانة أقل من أربعين مليون في دول عالمية عدد سكانها تسعين مليون عدد موظفي الدولة فيها لا تجاوز 300 ألف واحد ليش عراق أربع ملايين خيط الوهم والفضائيون الجدد في حسبة السراق تضع 650 ألف وظيفة وهمية هؤلاء من؟ الدهشة كبيرة والقصة أن الخزينة فارغة لكن فساد السياسة يفعل كل هذا وأكثر بدأ الكاظمي حربه إذن ورغم التهديد والوعيد إلا أنه ماضا في كشف المستور إلى ذلك يقبع في الغرف المظلمة أو حتى تلك المكشوفة في العلن أسماء موزونة بألقاب المناصب السياسية أو الحزبية يحركون أحجار النرد فيما الطاولة الآن مقلوبة على رؤوسهم قضية الفساد ستكون أحدى النقاط الأساسية أو أحدى المعارك الأساسية لهذه الحكومة ولكن الفساد أنتم تعرفوه من ما قبل 2003 فترة صدام الفساد بدأ يتغلغل خاصة في التسعينات من ناحية الرشاوية من ناحية المحسوبية من ناحية الزبانية إلى آخره ما بعد 2003 للأسف الفساد لم يتراجع بل تحول إلى منظومة أشبه ما يكون إلى ثقافة وحالة الفساد هذه متراوحة من جانب السياسي من الجانب حتى الشخصي إلى آخره مكافحة بهذا الشكل صعب ولكن التقليل من عدها أعتقد أحدى مهام الحكومة في الفترة القادمة الدخول في دوامة رحلة جديدة للقضاء على الفساد يبدأ من رموز وشخصيات تخرق أمن العراق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فيما يعلن الكاظمي بجرأة ووضوح أنه مستمر رغم غضبهم فالشعب هو العامل الأهم ولا يهم الرجل أي تمزايدات أو كما قال اشتركوا في القناة